السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبكم مع ايامي جديد مشيت من تركيا وجبت لكم احلى وصفة هذا وصفة عندهم مقدسة تقريبا فيما مشيتو كتجوروها في الشوارع في المنازل وهي الساميت التركي الغنية عن التعريف اللي كيجي من بره مقرمش جدا ومن داخل كيجي طريق وفي حلق قطن كنتمنى ان شاء الله تتابعوا معايا الى الاخير هذا الفيديو يجب ان تعرفوا على اسرار نجاح ديالوغ بالطريقة الاصلية والحقيقية صراحة يجي رائع جدا لا يوجد الخلاف او الاختلاف في حالي شرينها في الزنقة في تركيا وفي حالي عدلته في الدر تابعونا الى الاخير فبالنسبة المقادر بسم الله على بركة الله نحتاج 500 جرام من الدقيق الابيض ما يعادل نصف كيلو يعني الطريقة جيد سهلة وبسيطة جدا نحتاج ربعك اسمنا زيت النباتية زيت النباتية اه انا كنت ساقصي تسمى البعض اللي يستعمل نصف كاز الحليب واللي ما بغش يعمل حليب لا يعملو شيء غنستعم هنا يوح معلقة من الخميرة الفورية او الخميرة الخبز و معلقة صغيرة من السكر يعني النصف غر عنه مع الخميرة والنصف الدقيق و معلقة صغيرة من الملح فقط فهدهم المكونات نحتاج تقريبا 1-300 ملي من الماء الدافئ في الأول نكبه في الكاس اللي عمس في الخميرة والسكر باش ندوب شوية الخميرة و من بعد نكمل العجين فكما قلتكم هاد السامي التركي غاني عاد تعريف فيما مشينا في الشوارع كنجبروه كيف تحلك على الجوج يعني بالشوكولات بنصيجاء او اللي بغتي بالجبان اللي بغتي و في حشكل الفطيرات قدر تناولوه في الفطور تناولوه في العشاء او لا في ميريندا فهو رائع و ساهل و الطعم مختلف مهم اللي مثلا بغت تدعجن في العجنة الكهربائية لا مشكلة انا بغت نعملوه هيدا عجنه بيدي فعملت دكاز المدافيل اللي دوس فيه الخميرة و بعد عمق نزيد الماء شوية بشوية انا نحاول ما نجريش معكم في فيديو و اشتار في القاوم ديالوه الطريقة للعجن ديالوه جد سهلة بحليك نعجنه اي خبز عادية بقى نزيد الماء شوية شوية بنسبة لي دخلات 300 ملي من الماء ولكن حسب نوعية الدقيق يعني اي سيدة ما شاء الله كنت تعرف تعجن الخبز كتبقى تكوب وهي كتعجن حتى تجمع العجنة ديالوه بالنسبة للاخوات كتبوا لي صدق الوصف اكرام عملنا سلسلة من وصفات تركيا فانا مشيت يعني كزيارة كسياحة ولكن قبل ما نمشي لك كنت كنعملكم وصفات تركيا ما شاء الله عندي الكنافة باشكالها وانواعها في القناة عندي بقلاوات تركيا بالزيد الانواع واحد البسكوت تركيا وحمد شوبينا تركيا فإذا رجعت الارشيف ستجبروا بالزيد الاطباق عندي تركيا في القناة من بعد كما قدتكم كان قد زيد الماء شوية شوية وكان عجين تقريبا وعشرة تقايا كان عجينة بسيان وكان دلك باش نحصل على لوح العجينة هشة وليينة كما لاحظتوا كان زيد الماء شوية شوية وانا كان جمع بالنسبة للقياس اللي بغي يضاعف المقادر فلا حرج أنا عم سغنس كيلو من الدقيق واللي بغي تعمل كيلو حسب عدد الأسرة تعمل كيلو الدقيق نحاول نجل مزيان تقريبا 11 دقايق ومن بعد صافي هذا هي القوام دي العجين اللي حصلت عليه كي يكون نوعا ما رطب حتى يبقى يخرجوا دك بغي قطة لانا متلوك مزيان دبعا نخلي خمر تقريبا واحد نسف ساعة حتى يدعى في الحجم ديالو او لساعة اللاروب وانت لقاو في طريقة تشكيل ديالو تقريبا تقريبا 41 دقيقة هذا تفتو الحجم ديالو الضعف نزول من الكسيعة ديالي ونعمل على طاولة العمل ونرى لكم طريقة تشكيل ديالو لانها جيت سهل و بسيطة فمتسبة للعجين لا يمكن السق مواله نحاول نزول من ذلك الهواء الخميرة نقسم العجين ديالي بها الطريقة هادي في الوقت نقسمه الى جوج من بعد الى اربعة من بعد نقسمه الى ثمينة بعد الطريقة هادي وبالنسبة للحجم ما كتتحكمه بغيت تدرنه حجم كبير او لحجم صغير كي بقى دائما الاختيار للكم نقسمها لانها جو كبير شوية بالنسبة لس كيلو دقيق تقريبا جو ستة من السامد نحاول نشكل حريبلات بهالطريقة هادي نحاول نجيبه مقياس واحد ماشي يعني شرقيق شغلت نخلو مرتاحوا شوية ونعمل حربه الثاني ونخليه ارتحت نرجع ليلو ونجوز معاكم باش نقول لكم ونعمل 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 سوف نضيف كأس من الماء سوف نضيف كأس من الماء نضيف كأس من الماء مناسبت لتبارد من الماء بارد في تلاجة ونميسك نضيف كأس من الماء من الماء نضيف كأس من الماء الماء نحاول نطلق هذه الحريبلات كما تلاحظون أن نساويهم قد أعطيتهم نضغط عليهم جيدا وعندكم موجود الاختيارات يجب أن تعلق الحريبلات يجب أن تجعله طيح فوق طاولة العمل يجب أن تلويه تجعله طريقة سهلة ثم تحصلنا على المنزل ويقوم بالضغط ونبط على المنزل نضغط عليكم أخرى بطل المترجم للقناة 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 المترجم للقناة